في الأول من يناير في عام 1919 ولد الروائي إحسان عبدالقدوس الذي أثرى الحياة الأدبية والفنية بالعديد من الأعمال المميزة عصر عبدالقدوس أهم الفترات في تاريخ مصر الحديث وتناول العديد من القضايا السياسية والاجتماعية ومن أبرز أعماله الرصاصة لا تزال في جيبي وإمبراطورية ميم ولا تطفئ الشمس ولن أعيش في جلب بابي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة